حالة طوارئ ثقافية خلقها الكاتب الرواية السعودي أسامة المسلم في المعرض الدولي للنشر والكتاب في الرباط اللي انطلق من 10 مايو بيستمر ل 19 مايو ولي قلت حالة طوارئ ثقافية لأنه إدارة المعرض في الرباط اضطرت أمس أنها توقف وتلغي حفل توقيع الرواي بسبب الإقبال الجماهير الكبير اللي فاق توقعاتهم الإقبال ما كان عادي ووصل لحالات إغماء بين الشباب اللي جايين يشوفوا الكاتب ويحصلوا على توقيعه على مختلف رواياته والفيديوهات اللي رح تشوفوها الآن رح تبين لكم الدرجة اللي بنتكلم معناها اشتركوا في القناة وكان طلع أسامة من بعد إلغاء حفلة توقيع ووضح للناس إيش اللي صار وأكد أن الحفاظ على سلامة الناس كان هو أولوية أو الأولوية وعلى فكرة المشاهد اللي شفتوها في الرباط مو مختلفة عن المشاهد اللي صارت من قبل في معرض القاهرة الدولي للكتاب اللي صار في فبراير فكمان تم تغيير مكان حفل التوقيع أكثر من مرة وشاهد المعرض أقبال كبير جدا على حفل توقيع أسامة واضطروا المنظمين أنهم يوزعوا كوبونات معينة للناس اللي تبغى تحضر حفل التوقيع وهذه المرة الأولى اللي بتصير في تاريخ معرض القاهرة الدولي للكتاب يا ليالي ما فيش وراءنا يا ليالي بعد منه عزيز وجردي يا ما يا ما اشتقنا يا ما يا حبيبي ونفسي ترجع بالسلامة ويوماتي بابعت السلامة وادعي لك تحصر المسافة وحشني نكمل حكايات هذه المشاهد خلت الناس تتساءل عن السر اللي موجود في روايات أسامة المسلم واللي خلتوا أيقونة ثقافية للشباب ورواياته خلقت ظاهرة أدبية فريدة جذبت الشباب للقراءة وأنعشت المكتبة العربية وحقيقة الكثير اتفقوا على أنه ببساطة اللغة عمق المعنى والفنتازية التاريخية والخيال المبدع هما السبب في قرب رواياته من الشباب وللي ما بيعرف الرواية السعودي أسامة المسلم هو من موليد الإحساء متخصص في اللغة الإنجليزية وهو محاضر في جامعة الملك فيصل في الإحساء وأصدر أكثر من عشرين كتابة برزها رواية خوف بجزئة الأول والثاني وعلى الرغم من أن لها تقريبا عشر سنوات فالرواية هي من الروايات الأكثر مبيعا في السعودية والخليج ومن رواياته كمان بساتين عربستان عصبة الشياطين ورياح حجر والعرجة وغيرهم نحن معنا من الرباط الكاتب السعودي أسامة المسلم أهلا فيك معنا يا أسامة عملت أزمة أهلا وسهلا فيكم لا والله ما هي أزمة يعني هي حاجة تثلج الصدر وفي الوقت الذاته يعني تحزن أن الناس لا تستطيع أن تحصل على التوقيع ويكون فيه نوع من المضايقة لهم لكن لعل الشيء الإيجابي في الموضوع أن هذا رد على كل من يقول أن القراءة بين الشباب لم تعد موجودة أو أن الجيل هذا مهتم بالأكترونيات أو جيل التكتوك وغيرها لا القراءة موجودة وبقوة لكن لا أدري الناس ما تنتبه أو ما تتابع لكن قراءة موجودة وبقوة هذه نقطة يعني جدا مهمة أنه فعلا يعني الإقبال هذا الجماهيري الكبير بيدل فعلا أنه لا فيه ناس بتقرأ ويمكن أنا لأني من قراءة أسامة فأنا أعرف أنك أنت يعني بتستخدم شخصيات كثيرة في الروايات وبعدين أنت بتدخلهم حتى في روايات تانية وأشياء تانية فأنت لازم عندك يعني اللي يقرأك ويمخلص لك لأنه جالس بيتابع معاك من مكان لمكان لمكان في السلاسل اللي أنت بتسويها يعني بس قدي إيش يعني لما بتشوف هذه المشاهد يعني صراحة يعني إيش الإحساس اللي جواك بيجي يعني وغيرت من السعادة والفرح والبهجة للمسيرة اللي أنا بدعتها يعني في كثير يعني اكتشفون اليوم وفي ناس يعتقدون أن أنا وليد سنة أو سنتين أنا أكتب من عشر سنوات وأصداري خوف منذ صدوره في 2015 في معرض الرياضة الدولي للكتاب وهو من أكثر مبيان فأنا وقرائي موجودين منذ فترة طويلة والمعارض دائما تشهد ازدحام أسوان وقعت في المكتبات مثل مكتبات جرير اللي دائما وقع فيها معرض الكويت الدول للكتاب حدث فيه نفس الشيء ونغل المعرض فإحنا بالنسبة لنا في عالمنا القراءة هذا شيء متعودين عنه بس يمكن اللي حدث في الرباط ما أدري إذا هو وسائل الإعلام يمكن تناقلت الخبر أكثر من السابق واكتشف بعض الناس سواء من القارئين أو غير القارئين أو المجتمع الأدبي أن ما الذي يحدث بين يوما وليلا لا لا الموضوع هذا يحدث منذ زمن طويل ومو جديد يعني أنا أنا ما أدري كيف أرد على فكرة أن الموضوع فجأة لا هو فجأة لكم بس مو فجأة لنا وقرائي كبروا معي يعني صحيح بس أسامة كمان كمان بس عشان يكونوا واقعيين في كاتب نجم وفي كاتب ما هو نجم نجم سوشال ميديا قصدك؟ غير نجم سوشال ميديا أنت عندك حضور قوي على السوشال ميديا ما شاء الله عليك ناشط في تيك توك بس مش بس هذا الشي يعني أنت حتى رايح للمنصة اللي يعني هم بيستخدموها الشباب بس مو بس كده يعني في كتاب نجوم فعلا بتلاقي إقبال على شخصياتهم على التوقيح حقهم وفي كتاب لا يعني ما كثير ناس بتعرف تربط الاسم مع الكاتب هذا واقع يعني طبعا المحتوى يفرض أنا أحاكي هذا الجيل أحاكي خلال يعني حتى وإن كانت فانتازيا أو قصص خيالية لكن مواضيعها تحاكي هذا الجيل تحاكي همومهم تحاكي مشكلهم الأسلوب المستخدم كقوالب أدبية هي معاصرة وجديدة ومحدثة الكتاب اللي تحدثت عنهم وليس انتقاصا لهم هم مرافضين للتحديث يعني يستخدمون قوالب قديمة يعني جدا ولا يريدون أن يغيروا من هذا الاسلوب يعني يتحدثون من بروج عاجية فلذلك ينفضون الشباب بنحولهم الشباب أو الجيل الحالي جيل ذكي واعي فطن لا يبهره أي شيء فكي تبهر وتجعل هذا الجيل يمسك كتاب ورقي ويقرأ بن بهار ويتابع هذا يتطلب جهد يتطلب تطوير للقوالب كثير من الكتاب لا يريد أن يبذل هذا المجهود لا يريد أن يكتب بس خليني كمان يعني أتناقش معك أسامة في هذه النقطة يعني بعض الناس يقولوا أنه اللي بيعملوه هذول الكتاب هو على العكس تمسك بفن الرواية وفن الكتابة من حقهم وإنه أسامة هو اللي بيكسر القوالب هذه أكيد أنا أكسر القوالب كي أصل للقارأ الكاتب بدون قارأ لا شيء هم من حقهم طبعا أنا لا أنتقدهم هم من حقهم يكتبون بأي وسيلة يريدونها بس لا يخرجون لأن كتبهم يعني لا تبع بالشكل ليرغبون وينتقدون القارأ وينتقدون من يكتب بأسلوب مختلف ويبدأون ينظرون ويقولبون ويقصون لا أكتب بالطريقة اللي تريد لكن من حق القارأ أن يختار أيضا أن يقرأ ما يريد صحيح أكيد أكيد من حق القارأ أنه يختار ما يريد أن يقرأ أو يشاهد أو كده وكثير أحيانا يعني مثلا الناس تقول لك أن هذا الفيلم يعني مثلا ليش ما نجح في حين هذا نجح وهكذا دائما يعني في أسئلة على الأذواق والكلام هذا كله بس لما بتقول لي أنت يعني أنت بتقدم خلينا نقول فنتازيا وهذه الفنتازيا إحنا ما إحنا متعودين عليها كثير في أدبنا العربي طبعا أنت حتى بتعملها بطريقة أنه فنتازيا تاريخية بس ولحظت أنت ذكرت كمان قلت أنا أحاكي الشباب أحاكي مشاكلهم كيف بتحاكي الشباب ومشاكلهم وفي نفس الوقت هي فنتازيا من خلال الشخصيات الفنتازية عندما يرى القارئ نفسه في أحد هذه الشخصيات حتى وإن كانت عاشت مثلا ألف سنة قبل الميلاد ولا يختلف الزمان أو المكان مشاكل البشر نفسها عبر الزمن نفس الهموم نفس المشاكل ومو فقط يعني أنا لأن يحاكي الشباب حتى الأسلوب السهل الممتنع القوالب وأنا أتحدث كتخصص يعني أنا متخصص في الأدب لست يعني دخيلا على هذا الوسط وكي لا أظلم زملاء في الوسط الأدبي كثير منهم واكبوا هذا التغيير وتفاهمين هذا النوع من التغيير ومنصفين لكن في جزء منهم مش عارفة فهم أننا نحن في زمن مختلف نحن في 2024 فحينما تكتب بأسلوب 1970 أو 1980 هذا حقك لكن لا تزعل أو تسخط لأن القراء لا يقرؤونك هذه مشكلة عندنا مسألة التطوير للقوالب وبحديثك عن الفنتازيا الفنتازيا اكتسحت الغرب منذ زمن طويل أنا لما نشرت في 2015 وقتها كانت الفنتازيا مكتسحة أوروبا وأمريكا وأنا شفت أن المكتب العربية وهي أصل الفنتازيا ألف ليل وليلة هي أصل الفنتازيا نحن في الشرق أصل الفنتازيا فأنا حبيت أساهم المكتب العربية على استحياء على قدر ما أستطيع وخاصا الشباب كانوا يقرؤون باللغة الإنجليزية واللغات المترجمة أو عفوا الروايات المترجمة لأنه عندهم نهم للفنتازيا فلماذا لا نقدمها لهم بأبطال عرب بأبطال محليين هذا كان هدف لي والحمد لله الشباب تقبلها أفهم نقطتك هذه أسامة لأنه البعض يصير عنده انتقادات أنه مثلا على أسلوبك وعلى كتاباتك ويقولوا أنه يعني خلينا نقول أنه هو موضة بين الشباب وإذا الشباب قد يكد أقبلوا عليه فمعناه هو زي الترند والكلام ده كله فهم كل هذه الأشياء والأشياء اللي أنت بتسمعها بس كمان هذا يأخذنا في النهاية لسؤال أنه هو النجاح أو خلينا نقول بعد عشرين تلاتين خمسين سنة من الآن أو مئة سنة من الآن هل النجاح سيقاس بعدد المبيعات ولا بالجودة ولا بالتأثير كيف هيقاس النجاح تعتقد أنت؟ بأن تترك أثر أي أن كان أي أن كان صح أي أن كان بأن تترك أثر وطبعا أثر إيجابي أنا فخور جدا أن قرائي من عشر سنوات إلى سبعين سنة طبعا الفئة الأكيد السود الأعظم هما فئة مثلا من 14 إلى 15 ما أنكر ذلك لكن الجميع يقرأ لي الأبناء والبنات يقرؤون لي وأمهاتهم وأباءهم يقرؤون لي أنا ترى يأتيني كافة الأعمار والحمد لله أنا اتخذ منهج منذ أول يوم كتبتي يعني أكتب ما يعرف بالكتابة الآمنة يعني الكتابة الآمنة هذه أيضا قليل من يمتهن لأنها خالية من البهارات فأنا حاول أن تكون القصة إيش يعني بس الكتابة الآمنة؟ يعني في مثلث عندنا في الأدب معروف مثلث الجنس والدين والسياسة هذه الأمور أنا لا أتطرق لها كثير وأحاول أن تكون كتابتي يقرأها صغير أو كبير لا يجد مثلا ألفاظ خادشة الحياة لا يجد مواضيع تستهزئ بالدين يسمونها القراءة الآمنة طبعا القراءة الآمنة صعب كتابتها بس هي فكرة أحيانا بالنسبة للبعض فكرة ساحرات وما ساحرات وبيسووا أشياء وكذا يعني هذه فكرة أصلا قبل الجاهلية ما هو أنا كتبت عن الجزيرة العربية قبل الإسلام وهذا موجود يعني هذا التاريخ ما أنا اللي اخترعته فأنا أخذت هذا الفترة أو الحقبة الزمنية وعالجت بإطار قصصي فنتازي زرقاء اليام ما كانت موجودة شق وسطيح بئر برهوت هذا من التراث العربي يعني ليش نخجل منا؟ نحن لا ندعو لممارسة السحر ولكننا نتكلم عن فترة فيها فنتازية جميلة أنا ما أشوف أن الموضوع فيه مشكلة أسامة كمان يمكن واحدة من أكثر الأشياء اللي بتميزك في كتاباتك طبعا هو هذا شيء يعني مسألة ضوق يعني بعض الناس بيحبوا هذا الشيء أنك أنت كأنك وإنت بتكتب أنا بشوف قدامي الفيلم السينمائي بيصير أو أنه المثلسل تصويري بشكل كبير اللي أنا عارفة أقول أنه باس مين رح يسبق ويشتري نسخة هذا أو حق استخدام هذا الكتاب أو تحويله لعمل فني أنت عندك أعمال فنية في طور العمل عليها الآن نعم إذا تحكين عنها أين طبعا مجموعة MBC طبعا لاحظت مبكرا بعكس الكثير هذا الحراك هذا الإقبال من الشباب على الرواية وكان عندهم أساسا مشروع ضخم يعني لتطوير بعض الأفلام المثلسل المبنية عن روايات فتقدموني وهذا الكلام ترمون جديد من قبل قمس سنوات يعني من قبل كورونا وتم التعاقد معي في مجموعة كبيرة من رواياتي لتحويلها لأفلام مسلسلات فاشتغلنا على مسلسل بستين عربستان والذي جزء كبير منه أنجز وسيعرض قريبا وكذلك حاليا نعمل على مسلسل خوف وفي أعمال أخرى نعلن عنها إن شاء الله في وقتها إن شاء الله أسامة ما شاء الله ملاحظة فيك اعتزاز بنفسك ونجاحك كأنك بتقول إنه نعم أنا أستحق هذا النجاح ولن أخجل من هذا النجاح ولن أتواضع أنا أتحدث كسعودي مو كأسامة الأدب السعودي حاضر والأدب السعودي موجود والأدب السعودي موجود يعني منتشر في الوطن العربي والصور تشهد أنا كل شيء أقوم به أقوم به كمواطن سعودي وأمثل السعودين ولو لاحظتم أن أنا في المعارض أحبر بالزي الرسمي السعودي مع أنه أنا ألبس البد لا وألبس لكن أنا أحب أن أمثل بلدي أمثل ثقافتي وحاول أن أوضح للعالم أننا كأمة عربية بين أمور كثير مشتركة لا يوجد حواجز أو جدران ثقافية بيننا لكن يجب أن نكتب هويتنا العربية نكتب تاريخنا العربي للشباب الجديد كي لا ينساه أما أننا نكتب بطريقة مسمحلة على نفذ فيها مبالغات وتجعص يعني ما بيستخدم لا لا الشباب يريد وعلى فكرة كثير من الأعمار الصغيرة التي شفتها يعني عشقوا عروبتهم وعشقوا لغتهم العربية كثير يقول أنا ما كنت أقرأ عربي وأبغى أقرأ عربي شكرا أنك محتني هذه الفرصة أني أحب اللغة العربية فهذا بحد ذاته إنجاز ليس لأسامة المسلم إنجاز للسعودية نعم يعني بشكل عام هو أصلا أي مبدع أسامة لازم يكون معتز بنفسه معتز بشغله أنا مجرد ثقة بس لا لا ثقة ثقة أنا أحب أن أكون واثق فيه لأسوي يعني رواياتي في البداية رفضت أن تنشر من دور النشر والصنفة أنها ليست من أدب زي كثير من الكتاب المبدعين ترى يا أسامة هذه قصتهم دايما في البداية ما كانوا بيبيعوا وبعدين شوف ما شاء الله يعني شوف الزحام اللي صائر عليك على العموم أسامة يعني أنا قلت لك أنا من قراءك يعني أصلا تسلم لي وبتمنى لك دايما التوفيق إن شاء الله في انتظار المزيد من الأعمال الجميلة شكرا لك يا أسامة كان معنا من الرباط الكاتب السعودي أسامة المسلم